انتقدت الولايات المتحدة الخطة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الإيراني معتبرة أنها ترسل رسالة خاطئة إلى النظام الإيراني وتساعده على الاستمرار في إهمال احتياجات شعبه وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت إقرار سلسلة من التدابير لمساعدة إيران وخصوصا القطع الخاص فيها من جهة أخرى نقلت كنة أنباء الطلبة الإيرانية عن وزير الخارجية محمد جواد ضريف قوله أن طهران تنتظر ضمانات أوروبية بخصوص بيع النفط الإيراني والعلاقات المصرفية ودافع ضريف عن قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات الإيران من أجل تبديد أثر العقوبات الأمريكية في طار جهود لإنقاذ اتفاق 2015 الذي هدف إلى كبح جماح طموحات إيران النووية ما زال الإيرانيون يبتسمون حتى وإن عكر الأمريكيون صلب الاتفاق النووي معهم رسالة ضريفية ذاتها ابتسم تحصل على اتفاق ابتسم تبقي على مسار الود الأوروبي وابتسم كذلك تنبد أجواء العلاقة على ضفتي الأطلسي 18 مليون يورو فحسب حزمة صغيرة من مساعدات يطلقها الأوروبيون لطهران من بين 50 مليون باسم مساعدة البلاد على مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى حسب المفوضية الأوروبية لكن الأمر بالنسبة لهذا الرجل محض رسالة خاطئة للنظام بل وتساعده على الاستمرار في إهمال احتياجات شعبه أو تجعل طهران تمعن أكثر في استثمارات كبيرة في الإرهاب والنزاعات في الخارج حسب ما يرى برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني لكن أوروبا ما تزال تعيش انتصاما بين قرارات سياسية التزمت بها وبين شركات كبرى ليس بوسعها إلا أن تستجيب للرغبة الأمريكية فالمجموعات الفرنسية توتال وبيجو ورينو إلى جانب الألمانيتين سيمينز ودايملر تغرد خارج سيربي الاتحاد والحال ذاته مع طيران بريتش ايرويز والخطوط الفرنسية اير فرانس اختنق الإيراني وهو يشهد انهيارا في عملته وتراكمات فساد إدارة الحكم فيه وسوء إدارة المال العام هي ذاتها الملفات التي يستعد مجلس الشورى الثلاثاء المقبل لشن هجوم على رئيس حتى شعبه اليوم للتكاتف ووزير خارجية يسعى لأن تحقق ابتسامته مرة أخرى مكسبا ما حينما تشرع محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة العقوبات الأمريكية ينضم إلينا من طهران الآن الدكتور عباس خاميار الكاتب والبحث السياسي وأيضا سيكون معنا من باريس الأستاذ طارق وهبي الكاتب والمحلل السياسي مسألة خير لكم أبدأ مع أستاذ عباس في طهران أود أن أسألك بداية ما الذي أزعج ترامب في حزمة المساعدة وخطة المساعدات الأوروبية للقطع الخاص الإيراني حتى ينتقدها بهذه الطريقة نعم بسم الله الرحمن الرحيم أتصور الذي أزعج ترامب وما حوله من شخصيات يعني تابعة لهذا الفكر واللوبي التابع والذي يتحدث باللغة العبرية دائما الذي أزعجهم هو الحقيقة الرأي العام العالمي والأوروبي والعربي والإسلامي تجاه هذا التخبط في السياسة الأمريكية وعدم استجابة هذه الدول للضغوط الأمريكية يعني عندما نشاهد المواقف التركية المواقف الهندية المواقف العراقية الموقف الصيني واليابأوى الموقف الروسي كل هذه المواقف كانت لصالح إيران هذا الإجماع الذي حصل لصالح إيران لن يكن له نظير على مدى العقود الأربعة الماضية وهذا الحقيقة وضع الساس الأمريكيون في عزلة واضحة وهذا الأمر الذي أزعج الأمريكيون في هذه المرحلة أتصور الموقف الذي اتخذته الاتحاد الأوروبي لحد الآن كان موقف جيدا وإن كنا بحاجة إلى ترجمة عملية لموضوعين أساسيين هو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد نوع من النظام المالي المنفصل عن الولايات المتحدة الأمريكية التي طرحتها ألمانيا ودافعت عنها بعض الدول الأوروبية إضافة إلى موضوع ضمان تصدير النفط الإيراني بصورة منظمة وأمور أخرى وعدتها أوروبا ولكن لحد الآن يبدو أن الضغط سنتحدث عن الدور الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران بعد قريسي أحب أن أنظر فقط أو أستمع إلى وجهة نظر ضيفنا من باريس بخصوص ما يحصل الآن بين التحاد الأوروبي وطهران سيد طارق هل هذه الخطة الأوروبية هي ربما من مظاهر معارضة المنظومة الدولية باستثناء الولايات المتحدة طبعا للقرارات الأمريكية فيما يتعلق بالتفاق مع إيران أو الموقف من إيران كما تفضل ضيفنا من طهران أم أنك تقرأ فيها شيئا آخر مصلحة اقتصادية مثلا فقط مساء الخير للتصويب فقط يا سيدي قبل أن أبدأ لضيفك في طهران الموضوع الأوروبي هو موضوع له علاقة بالاتفاق النووي نحن نتكلم عن اتفاق دولي قامت به شراكة دولية مؤلفة من ستة دول ومن الاتحاد الأوروبي إذن أوروبا تدافع عن اتفاق تم باجتماع هذه الدول لكي نصل إلى حل وهذا الحل الذي اعتمدته أوروبا مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين مع روسيا هو حل يضع إيران بخطة مستقبلية لها علاقة بثلاثة أمور الأسلحة السقيلة أي أنه لا يمكن لإيران أن تقوم بالتسلح قبل خمس سنوات الصواريخ الباليستية لا يمكن لإيران أن تطور الموضوع الباليستي قبل ثمانية سنوات وأيضا السلاح نوي قبل عشر سنوات إذن أوروبا تريد أن تحافظ على ما مضت عليه ما اتفقت عليه هي وإيران والدول الأخرى هذا موضوع فعليا مهم هل من مصلحة أوروبا مواجهة الولايات المتحدة فقط للالتزام بهذا المتحدة كله مرتبط أبدا كله مرتبط يا سيدي اليوم ما تحاول أوروبا أن تقوله أنها وضعت على خطة لها علاقة ليس بتسهيل المعاملات فقط للشركات الصغيرة والوسط لكنها وضعت ما نسميه برنامج تستطيع عبره الشركات الممارسة التجارية أو تكبلت ما قامت به صحيح أن الشركات الكبرى التي عندها شراكة كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية كشركة توتال أو شركة رونو لا تستطيع أن تبقى هناك لأنها فعلا ستكون لها عواقب كبيرة بموضوع له علاقة في السوق الأمريكي إذن الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة يحاول الاتحاد الأوروبي مع قانون الحذر واحد مع ما نسميه الاستقلالية الاستثمارية وأيضا هناك ما نسميه الطلب من وزارة الخزانة الأمريكية بما نسميه إعفاءات لهذه الشركات لنعود أيضا للنص للنص الأمريكي يقول أنه يمنع على الشركات أن تتاجر مع إيران ولكن الشركات التي عندها عقود تستطيع أن تمارس أن تكمل عقودها بثلاث أو ست أو تسع حتى في النص يقول ثمانية عشر شهرا إذن الاتحاد الأوروبي يحاول بهذا الموضوع إنقاذ ما يتم إنقاذه من بعض الشركات التي تقوم برأس مالها أو التجارة التي تقوم بها في الخارج والتحديد في إيران مهم بتكوينها الاقتصادي لذلك الاتحاد الأوروبي يحاول أن يساعد هذه الشركات عبر ضخ هذه الأموال التي سيساعدها ولكن ذكر ضيفك من طهران شيء مهم جدا وهو عملية ما نسميه سويفت ما هو سويفت وهو الاتصالات المصرفية اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على هذا الموضوع وتريد أن تضع يدها على كل ما نسميه معاملات مصرفية ما بين الشركات ما بين طهران وما بين الاتحاد الأوروبي واليوم بالتحديد في بلجيكا تقوم يعني عدة بنوك لوضع خطة جديدة لكي لا تمر هذه المعاملات عبر ما نسميه الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ عباس أود أن أسألك إلى أي مدى يمكن الآن أن تعول طهران على الاتحاد الأوروبي ومواقف هذه وهذه الخطط المماثلة في الالتفاف على موضوع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النهوي لأن قبل قليل تقول أنه لحد الآن تسمعون كلاما ووعودا وليس هناك تطبيق فعلي هل سيكون هذا التطبيق موجودا؟ تصور الإيرانيون لا يعودون كثيرا على أوروبا وإنما يعودون على طاقاتهم وعلى الأمور التي تعودوا عليها لمدة أكثر من أربعة عقود وهذا أمر واضح لكن الأوروبيون يعوا هذا الملف المهم وكما أشار ضيفك الكريم من باريس هذا النموذج الأسمى لحل المشاكل الدولية وأوروبا تهتم بهذا الموضوع لأنها أبعدت لمدة سنوات كثيرة عن الحضور السياسي واللعب الدور السياسي في المنطقة وفي العالم وهذه اللعبة التي قامت لها أوروبا مع المجتمع الدولي كانت هامة ومهمة وهذا يعتبر فريستيج كبير لأوروبا النقطة الثانية الأمن الأوروبي الأمن الأوروبي مهم جدا أهم من أي العلاقات الاقتصادية مع طهران إيران قوة كبيرة إقليمية تلعب دورا أساسيا في استقرار المنطقة في مقاومة التطرف والإرهاب وهذا ما حصل فعلا وهذا مهم للغاية بالنسبة للأوروبيين لكن إلى متى تستطيع أن تقاوم أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بهذه الضغوط هذا شيء آخر ولكن يجب أن نعرف بأن مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية ليست مع إيران المشكلة مع الاتحاد الأوروبي المشكلة مع أمريكا اللاتينية المشكلة مع الصين مع روسيا هناك 11 دولة يعني تحت العقوبات الاقتصادية من قبل ولاية المتحدة الأمريكية وهذا حصل إجماعا ضد ترامب وسياساته هذه المشكلة ربما تعتبر طهران والملف النوو الإيراني ذريعة قوية للمجتمع الدولي وخاصة مفهوم تبقى لديها دقيقة فقط أودا أمام التعامل الأمريكية وأنا ما لحظه نعم سيد عباس يقول أن التحاد الأوروبي يعترف بالدور الإيجابي والبناء لإيران في المنطقة وتدخلها الإيجابي في كل الدول المحيطة بها هل هذا اعتراب فعلي بهذا التدخل الإيجابي؟ لا أعتقد أن هناك تدخل إيجابي من طهران في المنطقة أنت تعلم يا سيدي أن المشكلة في سوريا المشكلة في اليمن المشكلة في لبنان وهذه التدخلات تتطلب من الإيرانيين البحث ماليا كيف هم وكيف علاقاتهم أنا أسألك عن الإيرانيين أسألك عن الأوروبيين يعني إن كان الأوروبيين يساعدون إيران فإنهم يعترفون بعدنا لإيران دورا إيجابيا في المنطقة يا سيدي الأوروبيين يريدون أن يساعدوا ما نسميه اقتصادهم المحلي نحن في أوروبا سنخوض في العام 2017 انتخابات لها علاقة بالبرلمان الأوروبي وهذه الانتخابات ستبنى على علاقات الاتحاد الأوروبي مع الخارج يعني اليوم الأوروبيين عندهم مشكلة كبيرة لها علاقة بالنزوح الأوروبيين يدافعون عن ما نسميه دورهم في الاتفاقات الدولية ودورهم على الساحة صحيح ما قاله ضيفاق منطهران له علاقة بالأمن الأوروبي والأمن الأوروبي جد مهم ولكن الأمن الأوروبي هو أيضا السلام في منطقة الشرق الأوسط هل إيران تبحث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط بكل ما تفعله؟ هذا سؤال كبير أود فقط أن أنهي حديثي بموضوع له علاقة بالاقتصاد لكي أرجع على موضوع الاقتصاد سأعطيك مثل بسيط في العام 2007 قام بنك نمساوي من النمسا ويومها كان هناك عقوبات على كوبا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات على هذا البنك فقام وزير الخارجية للنمساوي وقال لهم نحن لسنا الولايات 51 مولايات المتحدة الأمريكية وهذا البنك استطاع أن يتاجر مع كوبا في هذا الوقت لذلك وأنا أيضا أرى من وجود الرئيس بوتين عندما قدم إلى النمسا حاليا وكان بحضور زواج وزير الخارجية النمساوي وأعتقد أن النمساويين وبالتحديد بعض البنوك النمساوية تريد أن تتاجر وتريد أن تتعاطى بالموضوع الاقتصادي لأنها حيوية نزب مع معيرات أسف لديق الوقت فقط لا أريد أن أقاطعك للأسف طارق واد الكاتب والمحل السياسي من العاصمة الفرنسية باريس شكرا أيضا لدكتور عباس خاميار الكاتب والبحث السياسي من طهران اشتركوا في القناة